تاركين خلفهم أحلامهم وذكرياتهم في أرضهم التي ضاقت بهم بعدما تقطعت بهم السبل يسارع الآلاف من سكان إقليم أرساخ بشكل جماعي إلى النجاة بأرواحهم فقط في أحدث ما يمكن أن يسمى بنكسة العصر الإنسانية خوفاً من عمليات تطهير عرقي قد ترتكبها القوات الأذربيجانية نحو سبعة آلاف شخص عبروا في الساعات الماضية إلى أرمينيا من إقليم أرساخ بعد أن فرض الجيش الأذربيجاني سيطرته على الإقليم بشكل كامل بحسب ما نقلت وكالات الأنباء عن مصادر رسمية من جهتها أكدت مصادر محلية أن المركز الإنساني في مدينة غوريس الذي أقيم في مبنى مسرح البلدية أصبح يعج باللاجئين إذ تدفق لاجئون ليسجلوا أسماءهم للعثور على مسكن أو وسيلة نقل باتجاه مناطق أخرى في أرمينيا ستيبانا كيرت عاصمة إقليم أرساخ المحاصرة من قبل القوات الأذربيجانية باتت بحسب المصادر محرومة من الكهرباء والوقود فيما يعاني سكانها من نقص في المواد الغذائية والأدوية مشيرة إلى أن الكثير منهم يجمعون أمتعتهم ويستعدون لمغادرة المدينة على متن حافلات ووسائل نقل أخرى باتجاه أرمينيا من جهتها قالت قيادة الأرمني في الإقليم إن جميع الراغبين في المغادرة إلى أرمينيا ستتاح لهم الفرصة عبر نقلهم بواسطة قوات حفظ السلام الروسية مشيرة إلى اختناقات مرورية على الطرق المؤدية إلى الأراضي الأرمينية وعلى صعيد متصل نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الداخلية الأرمينية قولها إن الشرطة اعتقلت العشرات في ياريفان على خلفية احتجاجات تتعلق بأزمة أرساخ وبحسب مصادر محلية فقد تواصلت في العاصمة الأرمينية ياريفان ومدن أخرى المظاهرات المنددة بموقف حكومة نيكول باشينيان من الأحداث الأخيرة في إقليم أرساخ مطالبة رئيس الوزراء بتقديم استقالته إذ يحملونه مسؤولية فقدان أرمينيارتساخ السيطرة على الإقليم